فهي صحيحة ولكن لا صحيح بالمعنى المتأخر عندنا بل الصحيح بالمعنى الموجود عند القدماء ما هو الصحيح عند القدماء؟ ما هو الصحيح عند القدماء؟ الصحيح عند القدماء كما يقول جملة من المحققين الصحيح عند القدماء يعني نظرية جمع القرائن لا ينظرون إلى السند نعم السند قرينة لا ينظرون فقط إلى المتن نعم المتن قرينة ينظرون إلى الأشباه فيقولون هذه الرواية بغض النظر عن سندها وكذها نطمئن بصدورها